محادثة فيينا النووية بين إيران والقوى العالمية الكبرى تشغل حيزاً واسعاً في تصريحات ولقاءات المسؤولين الغربيين المعنيين بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، خاصة بعد تعثر اللقاءات الأخيرة بهذا الشأن. مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي حسم الجدل بشأن موعد استئناف هذه المحادثات، مؤكداً عودة الوفود لطاولة المحادثات يوم الخميس في العاصمة اللمساوية فيينا. مناسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا قال على تويتر بأن الجولة السابعة من المحادثات النووية الإيرانية ستتواصل الخميس في فيينا بعد مشاورات في عواصم الدول المعنية بالاتفاق النووي. مضيفاً أنه ستنعقد خلال المحادثات لجنة مشتركة لإجراء اتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف. هذا وانتهت الجولة السابعة من المفاوضات النووية الجمعة الماضية دون التواصل إلى اتفاق، حيث طلبت الوفود المشاركة بالعودة إلى حكوماتها للتشاور حول المقترحات المطروحة من الجانبين الأمريكي والإيراني بشأن إحياء الاتفاق النووي. من جهة أخرى حثت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس الجانب الإيراني على العودة إلى الاتفاق النووي، وقالت تراس لمؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث إنها آخر فرصة لطهران للعودة إلى الاتفاق والالتزام به. وكان وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان قد رجح تواصل المحادثات النووية، لكنه عبر في نفس الوقت عن قلقه من المماطلة من جانب إيران بهدف كسب الوقت.